أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنسل علينا الملايكة نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عطوا كبيرا يوم يرون الملايكة لا مشرى يوم يذي المجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء من ثورا أصحاب الجنة يوم يذي قرم مستقر وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ينسل الملايكة تنزلا الملك يومئذين الحق للرحمن وكان يمنع للكافرين عسيرا ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا لاتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لما تكثف للا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد دجاني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا وكذلك جعلنا لكل نبينا عدوا من المجرمين وكفى بربك هادية ونصيرا وقال الذين كفروا لأولا نسل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورطلناه ترطيلات ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وعسنا تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم لا يكشرهم مكانا وظلوا سبيلا ولا قد أتينا موسى الكذا وجعلنا معه واخره هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآيتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا رسولاك ورقدهم وجعلناهم للناس آية وأعتادنا للظالمين عذابا نليما وعذاب وثمود واصحاب الرسول قرنا بين ذلك كثيرا وكل أن ضربنا له الأمثال كل أن دبرنا تطبيرا ولا قد أتوا على القرية التي يمترط مطر السوء فلم يكونوا يرونها بل كانوا لا رجل نشر وإذا رؤوك إن يتخذونك إلا هزوى أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أرصبنا عليها وسوف يعلمون حين رلعظ من نظل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هو وهو فأنك تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إنهم من لا كالأنعام بل هم ضلوا سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء نجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبض يسير وهو الذي جعل لكم الليلة لباسا والنواسبة وجعل النهار نشر وهو الذي أرسل الرياح بشر بين در رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهور لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعما ونسيا كثير ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأكثر الناس لا كفور ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذير فلا تتع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبير وهو الذي مرجى البحرين هذا عدم فرط وهذا منح النجاج وجعل بينهما برزخ وحجر ومحجر وهو الذي خلق من الماء بشر وفجعله نسبا وصير وكان ربا قدير ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهير وما أرسلناك إلا مبشر ونذير قل ما أسألكم عليه من نجرن الله من نشاء يتكذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح به عمده وكفى به بدون بعباده خبير الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة يامين ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبير وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وبر الرحمن أنسجد لما تأمرنا وساده النفور تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سروجا وخمر منير وهو الذي جعل الليل والنهار خيفة لمن راد يذكر وراد شكرا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبه الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يقدروا وكان بين ذلك قراما والذين لا يدعون مع الله لا هناخر لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك بدل الله سيئة محسنا وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزر وإذا مروا بالله مروا كرما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يكروا عليها سما وعميانا والذين يقولون ربنا هر لنا من نزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنك مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكونوا لساما سورة الشعر غائمكية بسم الله الرحمن الرحيم قاسمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باقي عن نفسك لا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت عناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدثين إلا كانوا عنهم معردين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كمنبتنا فيها من كل سوج كريم إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائتي القوم الظالمين قوم فرعون لا يتقون قال رب إني خوف يكذبون ويضيق الصدر ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخوف يقتلون قال كلا فذهبا بياتنا إن معكم مستمعون فأتي يا فرعون فقل إن رسول رب العالمين أن نرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وان من الضالين ففرعت منكم لما خفتكم فأوهم لرب حكم وجعلان من المرسلين وتلك النعمة تمنها علي أن عبد الثماني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ولا تستمعون قال ربكم ورب باركم اللهولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لا إن اتخذت إله غري لا جعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأأتي به إن كنت من الصادقين فألقى عصره فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيدواء للناظرين قال للملائح حوله إن هذا لسحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخوه وبعث في المدينة حشرين يأتوك بكل سحر عليم فجمع السحرة لمقاطر معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أإن لنا لاجر إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم مذل من المقربين قال لهم سألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعسيهم وقالوا بعثة فرعون إن لنا نحن الغالبون فألقى موسى عصره فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن نظر لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا سوف تعلمون لو قطعنا أيديكم ورجلك من خلاف ولو صلب أنكم مجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع ويغفر لنا ربنا خطينا أن كنا ولا المؤمنين ورحينا إلى موسى أن نسر بعبادين إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن الحاشرين إن هؤلاء إلى شجرة قليلون وإنهم لنا لغائدون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنة وعيون وكنوس ومقام كريم كذلك ورثناها بني إسرائيل فأتبعهم الشرقين فلما تروا الجمعين قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن ندر بعسرك البحر فالفلق فكان كل فرق كالطول العظيم وأسلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم غرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم واطلع عليهم نبأ إبراهيم إذ قال ليبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبدوا أسلاما فنظلوا لهاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم ويدرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباءكم اللي قدمون فإنهم عدون لإلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع ويوفر لي خطيئتي يوم الدين ربي هبني حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدقين في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي بإنه كان من الضالين ولا تخزيني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بدون إلا من أتى الله بقلب سليم وأسلفت الجنة للمتقين وبرست الجحيم للغابين وقيل لهم إنما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم الغابون وجنود بليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا نفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كم رطان فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوحنا لا تتقون إني لكم رسول نمين فاتقوا الله واطعون وما سلكم عليهم الناجر إن ناجر إلا على رب العالمين فاتقوا الله واطعون قالوا أن أؤمن لك واتبعك اللذلون قالوا مع علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لا تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذر مبين قالوا لإن لم تنتهي نوح لتكونن من المرجومين قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني من معي من المؤمنين فرجيناه من معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم كذبت عادن المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول نمين فاتقوا الله واطعون وما أسلكم عليهم الناجر إن ناجر إلا على رب العالمين أتبنون بكل رعي ناية تعبثون وتتخذون مصنع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله واطعون واتقوا الذي أمدكم بما تعملون أمدكم بأنعم وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظتم لم تكن من الوعيذين إن هذا إلا خلق الضلين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأسلكناهم إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول نمين فاتقوا الله واطعون وما أسلكم عليهم الناجر إن نجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنة وعيون وزروع ونخل طلعها هذين وتنحيتون من الجبال بيوتا وفارهين فاتقوا الله واطعون ولا تتعوا أمر المصرفين الذين يخصدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين قال هذهنا قطل لها شرب ولكم شرب من معلوم ولا تمسوها بسوء فيأكدكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذه العذاب إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم كذبت قوم لوتين المرسلين إذ قال لهم خهم لوتنا لا تتقون إني لكم رسول نمين فاتقوا الله واطعون وما أسألكم عليه من ناجر إن ناجر إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من نسواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لإن لم تنتهي لوت لا تكون أن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجيني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله وجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنظرين إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم كذب أصحاب الله كذب المرسلين إذ قال لهم شعيبنا لا تتقون إني لكم رسول نمين فاتقوا الله واطعنا وما سلكم عليهم الناجر إن ناجر إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصص المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في اللود المفسدين واتقوا الذي خلقكم الجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسطيت علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم وإنه لتنصر رب العالمين نزل به الروح اللمين على قلبك لتكون من المنظرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم بايتنا يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نسلناه على بعض الأعجمين فقراه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا لعذاب اللليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفريتهم متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منظرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لما عزولون فلا تدعوا مع الله لا هناخر فتكون من المعذبين وأنظر عشرتك الأقربين واخفر جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصرك فقل لني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يرىك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السمع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل يفاك النثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغابون ألم تروا أنهم في كل ودي يهمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أن يمنقلبي ينقلبون صورة النمل مكية بسم الله الرحمن الرحيم قاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم باللاكرتهم يوقنون إن الذين لا يؤمنون باللاكرت زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في اللاكرتهم الأخسرون وإنك لا تلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سأتيكم منها بخبر واتيكم بشهب قبس لعلكم تسطرون فلما جاء هنود يامبر كمن في النار من حولها سبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقي عصراك فلما راها تهتزك أنها جان ولا مضبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غرس في تسعي آيات إلى فرع نوقبه إنهم كانوا قرآ فاسقين فلما جاءتهم أيتنا مرسرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فنظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد أتينا داودا وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داودا وقال يا أيها الناس علمنا ماطق الطير وأوطينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشروا لي سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يزعون حتى إذا توع على أرض النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبس مدرحكم من قولها وقال رب يوسعني أن نشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنعمل وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقدت رفا قال ما لي لا رأى الهده لا أمكان من الغائبين لأعذب أنه عذبا شديدا ولا أتبحنه ولا يأتيني بسلطة مبين فما كثر ربا عيدين فقال رحدت بما لم تحيط به وجئتك من سبأ بنبئي يقين إني وجدت مراتا تملكهم ووطيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وزين لهم الشيطان وعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يحتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر وصلا قدم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقي إليهم ثم تولى عنهم فأعظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأويني ألقي إليك كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعالوا علي وقتوني مسلمين قالت يا أيها الملأويني في أمري ما كنت قاطعة أمر حتى تشهدون قالوا نحن ولو قوة ولو بأس شديد والأمر إليك فانظر ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا أعزته لهذه الله وكذلك فعلون وإني مرسلة إليهم بهديتهم فنظرتم بما يجعل المرسلون فلما جاء سليمان قالا تمدون لربال فما آتني الله خرم مما آتاكم بل لأنتم بهديتكم تفرحون إرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها لنخرجنهم من هذه اللتوهم صغيرون قال يا أيها الملويكم يأتيني بعرشها قبل يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقبي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أن أتك به قبل أن يرتدي إليك طرفك فلما رآه مستقر عنده قال هذا من فضل ربي ليبلواني أشكر مكفر وما أشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي قني كريم قال نكروا لها عرشها نظرة اهتديم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قلاها كذا عشف قالت كانه هووتنا العلم من قولها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرحة فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرض من قبارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلامت مع سليمانا لله رب العالمين ولقد رسلنا إلى ثمود أخهم صالحا نعبد الله فإذا هم فرقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لو لا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيّرنا لك بمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة روحة يفسدون في الأرض لا يسلحون قالوا تقسموا بالله لنبيت أنه وأهله ثم لنقول أن لرديه ما شهدنا مهلك أهله وإنا نصرقون ومكروا مكروا ومكرنا مكروا هم لا يشعرون فنظر كيف كان عاقبة مكرهم أننا دمرناهم وقومهم أجمعين فذلك بيوتهم خورة بما ظلموا إن في ذلك لا تلقوم يعلمون ورجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطنث قال لقومه يدأتون الفعشة وانتم تبصرون أينكم لدأتون الرجال شهوة من دون النساء بل لأتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا واخرجوا آل لطمي وقرتكم إنهم ناس يتطهرون فرجيناه آهله إلا مرته وقدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطر فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفا الله خير أما يشركون صدق الله العظيم